اهلا بكم اعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسية الناتو ينس تولتنبرغ اعلن ان الحلفاء سيعززون الامن الجماعية كاستجابة مباشرة للعدوان الروسي الاخير على اوكرانيا قبل اجتماعا لوزراء خارجية دول الحلف بروكسل اكد ستولتنبرغ ان قضايا الامن العالمي والتحديات ستكون محورة من قشات المسؤولين منها قضية زعزعة روسيا للاستغرار في المنطقة وبحسب ستولتنبرغ فان حلف الناتو يدعم اوكرانيا ويطالب موسكو باطلاق سراح البحارة الاوكرانيين والصفن الاوكرانية المحتجزة في مضيق كيرتش بسبب الاجراءات العدوانية الروسية ضد اوكرانيا والضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم وزعزعة الاستقرار في شرق اوكرانيا وما نراه ايضا في منطقة بحر ازوف حلف شمال الاطلسي نفذ اكبر تعزيز دفاعي جماعي منذ الحرب الباردة مع انشاء قوات الرد السريع والكتيبة متعددة الجنسيات على الحدود الشرقية اشتركوا في القناة